المرجعية الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثمت حديث لا ينتهي عن غياب المرجعية الإسلامية وعن الآثار التي تولدت عن هذا الغياب على واقع المسلمين ومعاشهم فما مفهوم هذه المرجعية ومتى نشأت الحاجة إليها وهل ثمت علاقة أو تقاطع بين المرجعية الإسلامية ومرجعية الأمة كيف يمكن تشكيل هذه المرجعية في ظل تشضي التصور الإسلامي بين الأحزاب والجماعات والتيارات العاملة وما السبيل إلى مواجهة تحدي العولمة الثقافية والحضارية التي ربما باتت تشكل مرجعية خفية في الأفهام والتصورات لدى كثير من المسلمين أسئلة تشكل صلبة حلقة اليوم من برنامج مقاصد التي تبحث قضية غياب المرجعية الإسلامية وأثره على واقع المسلمين هذا الموضوع سيكون على مائدة الحوار مع ضيفي الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة الإسلامية العالمية أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور بداية هل ثمت اتفاق بين أهل العلم والفكر والرأي الإسلامي على تعريف واضح محدد جامع مانع للمرجعية الإسلامية لمفهوم المرجعية الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن ولاه وبعد فهذا من المصلحات المستحدثة التي تعبر عن مفهوم إسلامي يعيش في ذاكرة الأمة منذ ظهور هذا الدين فنحن لنا مستندنا وأصولنا التي نرجع إليها وننطلق منها فالإنسان في وجوده في هذا العالم لا بد أن يكون له منطلقات ثقافية منطلقات معرفية وأيضا في بعض الأحيان تكون له مؤسسات يتكو عليها ويرجع إليها حينما يحاول أن يتخذ موقفا من شيء ما نحن مثلا حينما تقع لنا إشكالية نرجع إلى المفتيين والمشايخ والعلماء كأننا نرجع إلى من يفهموننا الدين فالمرجعية هنا هي نوع من المنظومة المعنوية التي يعود إليها الإنسان حينما يحتاج إلى اتخاذ أو يحتاج إلى اتخاذ موقف أو اتخاذ رأي في موقف ما هذه المنظومة التي يرجع إليها تمثل رأسه إن سيئنا أن نقول تمثل رأسه أو رأيه وتقع في نفسه موقعا بحيث يشعر بأنه لا يمكن أن يتملص منها أو أن ينفصل عنها بل هي الأساس الذي يستقي منه آراءه ومواقفه وقد يتمثل هذا في الكتب والمؤلفات التي يعترف بها ويعتبرها ممثلة لهذا المرجع وقد تتمثل في أشخاص وأفراد أو مؤسسات ينطلق من آرائها في تحديد مواقفه من الأشياء التي تقابل لكن ماذا على المسلم أن يفهم عندما يسمع كلمة المرجعية الإسلامية ما التصور الذي ينبغي أن يتبادر إلى ذهنه المسلم حينما يسمع هذه الكلمة ينبغي أن يعد الإسلام هو المرجعية التي يرجع إليها هذه مرجعيته بمعنى أن منطلقاته التي يبدأ منها في اتخاذ مواقفه هو هذا الإسلام هذا الإسلام فيما يتمثل يتمثل أول ما يتمثل في الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الوحيين كما يقال اختصارا في القرآن والسنة وهذان الوحيان لا ينفصلان عن العلوم التي نشأت حول الكتاب والسنة فالوحي هو المرجعية التي يرجع إليها المسلم كآراء ومواقف من مختلف ما يقابله في الحياة من عقبات ومن مشكلات ومن مواقف يحتاج إلى حل لها بل حينما يعبر عن شخصيته الثقافية والفكرية فهو يرجع إلى هذه المرجعيات المختلفة وقد تتعدد المرجعيات دون أن تتصادم ويتشبه تعدد الهويات الذي يتكلمون عنه تعدد المرجعيات معناها أنني مثلا أعتبر نفسي مثلا مسلما شرقيا مثلا عربيا هذه مرجعيات مختلفة بعضها يتعاضض مع بعض لا ينبغي أن ننظر التعدد هنا باعتباره تنافرا بل هو نوع من التوفيق الذي يقع خلال التاريخ إذا كان الأمر كذلك بهذه البساطة المرجعية هي في الوحيين فلماذا كل هذا الجدل والاختلاف والتناحر والتناظر بشأن المرجعية الإسلامية وتحديد ما هي وطبيعة المرجعية الإسلامية بين أهل الفكر والعلم لأن الوحياء تتعدد الآراء في قراءته وهذا التعدد أحيانا يكون منطلقا من أصول وأحيانا يكون منزوع الأصول بمعنى أننا الآن نلاحظ في ساحاتنا الثقافية أن هناك قراءة كثيرة للقرآن قراءة كثيرة لكثير من القضايا والمشكلات الاقتصادية المشكلات التعليمية فتعدد الآراء هنا خاضع للقراءات المتعددة وليس خاضعا لإشكالية الوحي نفسه يعني يتحمل وجوها ولكن بعض الناس يزيد على الوجوه وجوها أخرى لا أصل لها بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يجعل كل المعاني قطعية سواء في القرآن أو في السنة وبالتالي مساحة الاجتهاد متاحة وواسعة بل هناك أمر بالاجتهاد كما قال الله عز وجل في سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين وقال لعلمه الذين يستنبطونه فالمساحة المتروكة للاجتهاد مساحة كبيرة لكن يقتحم هذه المساحة من يصلح ومن لا يصلح وبالتالي تعدد الأراء في المساحة الصحيحة أو بالمؤهلات المناسبة لا يشكالية فيه أما حينما تتعدد ويقتحم مساحة الاجتهاد من لا يصلح لها لمن لا يتقن حتى قراءة القرآن فهنا يحدث وجود مرجعيات مشوهة إلى جانب المرجعية الصحيحة نعم يعني ذكرت في مستهل حديثك دكتور أن المصطلح حادث لا شك أن أي مصطلح ينشأ أو يتبلور هو يتبلور عن حاجة حقيقية عن نقص ما في التصورات يعني سياق تاريخي لتبلور هذا المفهوم المرجعية الإسلامية متى نشأ ولماذا نشأ؟ يعني ما هي حيثيات مشوه؟ أو ما هي حيثيات مشوه؟ يعني شعور العقل الإسلامي المعاصر بالخطر تجاه الهجم الغربية أو السيطان الغربية بشكل عام أشعرت المسلم بمخاطر تهدد كيانه الثقافي وكيانه السياسي وكل أنواع الكيانات التي ينتمي إليها مهددة بزحف ثقافي وفكري وعسكري وبكل الأنواع فبالتالي يريد أن يحدد لنفسه أساساً يعود إليه ويرجع إليه وهذه ثقافته الإسلامية المؤسسة على الوحيين ثقافة الإسلامية المؤسسة على الوحيين هي التي تمثل مرجعيته هو يخاف عليها من زحف الثقافة الحديثة بوسائلها العملاقة ووسائلها الجبارة الكبيرة فالوسيلة فيها إشكالية هنا أن الوسيلة لا تعمل لصالح الحق وحده لا تعمل لصالح الصواب وحده فقد يكون الباطل أعلى صوتاً وبالتالي ينتصر وينتشر ويكون الحق خافتاً أو أصحابه لا يحسنون توصيله أو حمله فمن هنا يتعرض للمخاطر فالوسائل التي وقفت إلى جانب الحضارة التي ساعدت على مشر الفكرة الغربية بكل أنواعها سواء كوسيلة أو أسلوب حياة أو كثقافة أو فكر هذه كانت قوية جداً بلا شك في حين أننا نحن نكتفي غالباً بالمساجد لكن دكتور أفهم من كلامك أن الحاجة إلى الحديث عن المرجعية الإسلامية نشأت مع تغول الحضارة الغربية على بلاد المسلمين هل هذا هو السبب برأيك أم أن السبب ربما يكون في سقوط الدولة الإسلامية التي كانت تمثلها الدولة العثمانية وغياب بالتالي غياب المرجعية الإسلامية وفراغ العالم الإسلامي من أي مرجعية يعني أيهما هو السبب هي المسألة لا تنفصل لا ينفصل بعضها عن بعض فأنت تدري جيداً أن سقوط الخلافة هو أيضاً نتيجة من نتائج الزحف الغربي بكل أنواعه وأصنافه نحن لا ننسى هذا لا ننسى أن يعني إسقاط الدولة الإسلامية بشكل عام هو الذي سقط ليس فقط الخلافة بل سقط دولة الإسلامية أي مشروع سياسي إسلامي الآن يعني يجد مقاومة وسعياً إلى إسقاطه والخلاص منه هم لا يريدون أن يكون هناك أي نموذج إسلامي ناجح على الإطلاق فأقصد من هذا أن إسقاط الخلافة والخلافة كانت لا شك تبثل جامعاً للمسلمين بوصفها نشاطاً سياسياً أو ماذا أقول يعني شكلاً سياسياً يجبع المسلمين لا نقول إنها مرجعية بالمعنى الحقيقي لأنها اجتهاد أفراد يخضعوا أعملهم للصواب والخطأ ربما هناك مستويات للمرجعية دكتور مرجعية فكرية مرجعية فقهية مرجعية سياسية عقدية إلى آخرية هل المرجعية الإسلامية عندما تصاغ في أدبيات الفكر الإسلامي تعني اتحاد أو هذه المرجعيات أم أن هنا نحن أمام ترتيب يتفوق أحد هذه المستويات على الآخر يعني كيف يمكن بناء المرجعية الإسلامية تصوراً ومفهوماً من خلال هذه المرجعيات؟ هو منظومة الإسلام نفسها تتمثل في ماذا؟ تتمثل في نصوص الوحي وهذه المصوص تبدو ممثلة لكل هذه الجوانب بمعنى أن لو نظرنا إلى العلوم الإسلامية على سبيل المثال لا نتكلم عن فقه وفكر فقط ولكن إلى كل النشاطات الفكرية والعلمية التي دارت حول الوحيين سنجد أن كل واحد منها تخصص في جانب منه لكن لا ننسى أن الكل متعاضد ومتكامل فقط التخصص العلمية التي وزعت الأدوار والوظائف وليس هناك علم يستطيع أن يدرس كل هذه الجوانب مرة واحدة لا نستطيع أن نقول أن الفقيه مفكر أو المفكر فقيه بل هي أدوار ووظائف يتوزعها كل هؤلاء فهناك من يطبق الإسلام في المجال الاقتصادي فيمثل جانباً هناك من يمثل الفكر الاقتصادي نفسه هناك من يمثل الفكر السياسي الإسلامي وهناك من يطبق الفكر السياسي الإسلامي هناك من يمثل الفقه الإسلامي الفتوى وما شرها وهناك أيضا من يعني يمثل كل هذه الجوانب كأدوار موزعة بينهم نعم يعني في هذا السياق يعني لم تتبلور في ذهني حتى الآن أنا مثلا قضية المرجعية الإسلامية يعني الآن هناك الكتاب والسنة لكن الآن المسلمون لا يحكمهم رابط جامع يوحدهم ويستقطب طاقاتهم وإمكاناتهم يعني أين الخلل ما مدى حضور المرجعية الإسلامية التي تفضلت بالحديث عنها في حياة المسلمين اليوم يعني هل ثمت مرجعيات مثلا مرجعية فكرية مرجعية بشرية مرجعية مؤسسات ليست واضحة الفكرة حتى الآن عندي دكتور هناك جانبان للمرجعية جانب المعرفي نفسه وهو الذي يتمثل في الدين نفسه ثم الجانب الواقعي يتمثل في المؤسسات الإسلامية يعني ربما غابت في الإطار السني مسألة المرجعيات الفردية أو الشخصية ليس هناك شخص بعد أن نريد صلى الله عليه وسلم يمثل مرجعية في النطق السني بشكل واضح يعني حتى الخليفة في عصر الخلافة الراشدة خلافة عمر كان يشتهد وكان مرجعا في هذا وكان الصحابة يأبون إليه في كثير من القضايا رغم اختلافهم معه لكنه كان مرجعا في نهاية المطق وكذلك أبو بكر الصديق هو بوصفه رأس المجتمع وليس بوصفه الشخصي لماذا؟ لأن الخليفة نفسه كان إذا وجد عرض عليه مسألة مثلا حينما عرض موضوع أرض السواد في العراق على سيدنا عمر ماذا فعل؟ جمع الصحابة ليستشيرهم سيدنا أبو بكر لذلك يقولون المجمع الفقهية أول ما ظهرت ظهرت أيام أبو بكر وعمر لأنهم كانوا يجبعون الناس ويجبعون كبار الصحابة وأهل العلم والفتوى فيهم ويستشيرونهم ويخذون رأيهم فيما يريدون فالخليفة هنا لا يمثل بنفسه ورأس الدولة لا شك ويمثل مرجعيتها من ناحية أنه مسؤول عما يجري في نطاق دولته لكن حدود الطاعة والاستماع ألا تمثل مظهر من مظاهر التبعية وبالتالي وجود مرجعية ثابتة للمسلمين في ذلك الوقت يعني مثلا قضية حروب الردة كان كثيرا من الصحابة اختلف مع أبي بكرنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قضية حروب الردة لكن مع ذلك آبوا إليه ونزلوا عند رأيه وكان ما كان ثم كذلك الأمر في عهد عمر بن الخطف في كثيرا من القضايا التي اجتهد فيها والتي ظهر من ظاهرها أنه خالف نصا في ذلك ومع ذلك نزل الصحابة عند رأيه ألا يمثل هذا صورة جلية من مظاهر المرجعية الإسلامية الثابتة والمحددة؟ نحن نريد أن نقول شيئا وهو هل الشكل السياسي نفسه يمثل مرجعية؟ لا نطبق فقط على العصر الرشيدين؟ هل دائما ستمثل المجموعة الحاكمة مرجعية للمسلمين؟ بحيث كلما حزبهم أمر رجعوا إلى هذه المجموعة الحاكمة أو أن الأمر أمر منهج؟ بمعنى أن تمسك الخلفاء الرشيدين بالمنهج هو الذي جعلهم مرجعية بهذا المعنى الذي تقولونه حتى سيدنا عمر بن خطب رضي الله عنه في إحدى المعارك هزم المسلمين في معركة الجسر ففروا استحيوا أن يلقوا المسلمين فسيدنا عمر أرسل إليهم من يناديهم أن يجب أن تعودوا هناك ظهر يعني تعودون إليه وبعد فراركم يمكن أن تعودوا مرة أخرى فهو صدر الدولة الذي يحوي المواطن ويحاول أن يعيد إليه ثقته في نفسه فهنا أي مؤسسة إسلامية تحسن فهم الإسلام وتطبيقه فإن تمثل مرجعية للناس إذن هذا نتفق أنا وأنت الآن على أن فترة الخلافة أو مدة فترة الخلافة الراشدة كانت مرجعية ثابتة للمسلمين وكانت سببا في توحيد المجتمع الإسلامي وعدم حصول التشظي والانشقاقات هذه واحدة إذا بنائنا على هذا الاتفاق دكتور وإذا اتفقت معي على ذلك متى غابت المرجعية الإسلامية عن المسلمين هو غابت بالتدريج ولا نستطيع أن نقول أنها غابت تماما أبدا لم تغب تماما الجانب الوحيان محفوظان وبالتالي المسلم في أي وقت يستطيع أن يرجع إليه وتلك هي مسألة التجديد التي يتكلم عن الإسلام لكن الرجوع هنا ليس ذاتيا ينبغى أن يكون رجوع وفق منظومة صحيح نعم المسألة تحتاج إلى المجدد هنا المجدد قد يكون شخصا قد يكون بؤسسة قد يكون جماعة قد يكون حاكما حسب التوفيق فالذي يعيد الناس إلى هذه الأصول هو يعيدهم إلى مرجعيتهم الأصلية وهذه المرجعية فيها من المرونة ما يتيح لها أن تعايش المرجعيات الأخرى هي لا تصادمها ولكن أيضا لا تتنازل عن حقوقها أمام المرجعيات الأخرى إذا كانت تقف موقف المعادة نعم في هذا السياق دكتور نبيل ما نسبت أو ما مدى حضور هذه المرجعية بالمفهوم الذي يوحد الأمة حول قضية معينة بشأن قضية معينة وبشأن تصورها من الحياة والسياسة ولكل شيء في هذه الحياة ما مدى حضور هذه المرجعية في حياة المسلمين في عالمنا الراهن في وقتنا الراهن هو من النحية البشرية المؤسسات التي تحاول أن تعبر عن المسلمين تعبيرا مستقلا بعيدا عن أهواء السياسة قليلة قليلة أم منعدمة قليلة لن نستطيع أن نقول أن أهواء منعدمة ولا أريد أن أحدد شيئا بعينه حتى لا أكون منحزن لكن هناك لا شك مؤسسات علمية وفكرية وثقافية إسلامية تحاول أن تبتعد بنفسها عن مخالب السياسة السياسي دائما يحاول أن يستتبع المؤسسات المؤثرة لكن من جوابك ربما يكمن ما قد يفهمه المشاهد يعني ربما دعني أن أتقمص دور المشاهد الآن دكتور من كلامك من إجابتك ربما يفهم ظاهره التناقض بمعنى أنك قلت أن هناك قليلة من المرجعية الإسلامية قليلة لكن لا أريد أن أصرح حتى لا أتهم بالانحياز فكرة الانحياز فكرة التعدد هذه تنفي فرضية أو نظرية المرجعية هو يعني إذا رأيت أي مؤسسة أو اتحاد أو ما شابه ذلك نعم يسير خلف السلطة ويعني يخاصم من تخاصم ويصالح من تصالح فهذا يعني معناه أنه فقد مرجعيته أو الثقة فيه نعم هناك لا شك مؤسسات واتحادات وممنوع بالعلماء الكبار والمفكين المحترمين ولكن يعني لا ينبغي للعالم أن يكون ظهرا للسياسي إذا كان يعمل ضد مصلحة أمته كل الهيئات والمؤسسات تعملوا وفق منظومة سياسية وفق سقف سياسي تحت كان في سلطتين سياسية وبالتالي لا يوجد هناك استقلالية بحسب المفهوم الذي نبحثه بشأن المرجعية الإسلامية أليس الأمر غير هو التلاقي مع السياسي في مساحات المصلحة التي مصلحة الأمة مصلحة الأمة من منظور السياسي من منظور العام بشكل عام يعني ما يخدم قضايا الأمة أي قضية من قضايا الأمة الكثيرة والكبيرة الموجودة الآن حولنا مساحات التلاقي المتاحة أنا أيضا أريد أن أقول ليس معنى هذا أننا نفصل العالم عن السياسي وأننا ندعو إلى أن يبتعد العلماء عن السياسة تماما ولكن معناه أنني لا ينبغي كعالم أو مفكر لا ينبغي له أن يسمح للسياسي أن يتخذه مطية لتحقيق أغراضهم جميل الدكتور أريد أن أبلور الفكرة أكثر يعني جنابك قلت بأن المرجعية الإسلامية موجودة لكن قليلة يعني لا أستطيع أن أفهم أن المرجعية موجودة لكن قليلة إما هناك مرجعية وإما لا يوجد مرجعية هل هناك مرجعية المسلمين اليوم من منظورك؟ المرجعية المؤسسية ليست متوفرة بالشكل الكافي على الأقل يوجد ثغرة يوجد ثغرة آه لكن أقول المرجعية المعرفية الإسلام الذي يرجع إليه يعني محفوظ ومحفظ محفوظ نعم وموجود لكن لو تحدثنا عن المؤسسات أو عن حتى لو تحدثنا عن الدولة أيضا ما زلنا نبحث نعم دكتور بكل تأكيد أنا لا أسألك اليوم عن الوحيين لأنهما محفوظان وموجودان لكن في حياة المسلمين هناك مستجدات وقضايا خطيرة وحادثة لا يظهر أو لا يبلور تصور الإسلامي الجامع المانع الموحد تجاه هذه المستجدات استنادا إلى هذا المفهوم ما مدى حضور هذه المرجعية وغيابها في رأيك في جو التشابك هذا نعم الكل يحاول أن يعني لا يمكنهم أن يتخلصوا من الإسلام حتى ولو كانوا أعداءهم المرجعية المؤسسات والأفراد الذين يقودون المجتمع تفضل يعني الكل يتمسح بالإسلام الصادق وغير الصادق ولعلنا نرى يعني المؤسسات العتيدة العتيقة التي خدمت الإسلام قرون طويلة وقد صارت الآن تابعة للسياسي ويعني ربما مساحات التلقي بينها وبينه كبيرة على حساب قضايا الأمة بشكل عام وليس لخدمة هذه الأمة يعني ما دام الإسلام محفوظا فقابلية أن تتكون له مرجعية مؤسسية الأمر متاح ويمكن في أي مرحلة إذا قام يعني هناك سؤال سأله أحد الناس لعالم من السلف الصالح قال له من هم الجماعة؟ قال له أبو وكر وعمر فقال له قد مات فقال له فلان وفلان من التابعين قال له قد مات فقال له فلان ذكر شخصا واحدا لا أذكر اسمه الآن فعلمه أن من يسير على الطريقة أو على الطريق الصحيح ويتبع نهجا واضحا والذي يكسب ثقة الناس والذي يمثل الجماعة بشكل عام الجماعة من فكرة يتبعها فريق من الناس يجسدها فريق الناس ينبغي أن يكون ذا سلطة حتى يكون مرجعية أليس كذلك؟ هو السلطة هنا لا يلزم أن تكون سلطة سياسية سلطة دينية سلطة روحية سلطة معنوية أليس كذلك؟ الناس تعطي ثقتها لمن تشعر بصدقه في تمسكه وفي استقامته أما من يبيع دينه هنا وهناك فهؤلاء يفقدون ثقة الناس فيه نعم هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتبيين لكن بعد الفاصل لو أذنت لي نذهب إلى فاصلهم ثم نستنف الحديث مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيل سات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله دائماً معكم في الحديث عن غياب المرجعية الإسلامية وأثره أثر هذا الغياب على واقع المسلمين والحديث دائماً مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفي في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أبادي باكستان مرحباً بكم مرة أخرى دكتور هل ثمت علاقة أو تقاطع هنا بين المرجعية الإسلامية ومرجعية الأمة التي تحدث عنها الكواكب في كتابه طبائع الاستبداد؟ هو مرجعية الأمة هنا هي حقها في أن تختار من يلي أمرها فهذه مرجعيتها لكنه تحدث عن المرجعية المطلقة للأمة يعني هي لا تمثل بذاتها لا تمثل النهج باعتبار النهج أصلاً نهج محفوظ ومفصل عنها يتطبقه لكن هي مرجعية الأمة هنا هي حقها هي أصلاً الدولة لها والحاكم خادمها هذه مرجعية الأمة في الفكر السياسي الإسلامي حتى نبين هذه الفكرة أكثر دكتور يعني بعد الكواكب بعقود جاء فضيلة الدكتور أحمد الرسوني وكتب عن أن مرجعية الأمة مقدمة على تطبيق الشريعة وهنا حصل اللبس يعني اللبس كيف يمكن القول بأن مرجعية الأمة في اختيار حاكمها في ظل وجود هكذا قول وهكذا مفهوم بأن مرجعية الأمة حتى مقدمة على تطبيق الشريعة كيف يمكن هنا التمييز بين مرجعية الأمة والمرجعية الإسلامية من حيث كونها مفهوم؟ لا تعد هذا الصحيح لا بأس يعني أنت تقول أن مرجعية الأمة هي منحصرة في إطار اختيار الحاكم هو اختيار يعني أنظر نظام الدولة كله يرجع إلى هذه الأمة إلى الشعب واختياره لا يعني بذلك أنه سيعني من حقه أن يخالف ثوبت الشريعة ولكن يعني بذلك أن الدولة وشكلها ونظامها في إطار الثقافة التي ننتمي إليها والدين الذي ننتمي إليه هذا حق الأمة حق الأمة أن تختار نظام رئاسي نظام وزاري نظام تختار فلان وتترك فلانا هذا كله من حق الأمة فهي مرجعية في اختيار شكل الدولة وصورة الدولة واختيار من يحكمها واختيار الأشخاص والمؤسسات وهذه الأشياء جميل هذه المرجعية مرجعية الأمة في اختيار مؤسسات وفي اختيار من يحكمها أين تلتقي وأين تتعارب مع المرجعية الإسلامية من حيث كونها مؤسسات تقود المجتمع والأمة هي حرة بعيدا عن الثوابت بعيدا عن الثوابت يعني عندنا الثوابت في الملة الإسلامية لا ينبغي أن تصادم في الطريق وهذا ربما الذي يمكن أن يكون فرقا بين ما يمكن تسميته بالديمقراطية في مفهومنا والديمقراطية الغربية وهي أن مساحة حركة الأمة واختيارها تكون بعيدا عن الثوابت فليس لها مثلا أن تحل ما ثبت قطعا ما ثبتت حرمته قطعا وليس لها أن تفعل العكس بأن تحل ما يعني ليس لها أن تحرم ولا أن تحل خلافا لحكم الله عز وجل نعم الدكتور يعني ثمت من رأى في مرجعية الأمة والتركيز على مرجعية الأمة بأنه تسليم بعدم إمكانية عودة الخلافة كنظام جامع وكمرجعية سياسية ينبثق عنها مرجعيات دينية وفقهية وعقدية إلى آخره ثمت من يقول بأن التسليم بمرجعية الأمة حلوها بين المرجعيات تسليم بعدم إمكانية عودة الخلافة ونسف لفكرة الخلافة هل يمكن التوضيح في هذا الأمر؟ هو شكل الدولة الإسلامية ليس من ثوابت الدين لكن المبادئ العامة الحاكمة للدولة الإسلامية هي من ثوابت الدين يعني مثلا العدالة والشورى وتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة هذا كله من الثوابت أما الشكل الدولة فليس من الثوابت يعني مثلا لو استمع المسلمون في اتحاد كونفدراليا أو فيدراليا أو ما شبه ذلك حسب اجتهاد الأمة لصعيا وراء مصالحها هذا يحقق هدف الإسلام وغايته فلا يلزم أن نتمسك بالأشكال الأشكال ليست من الثوابت والدليل أن الصحابة أنفسهم بدلوا النظام من مرحلة إلى أخرى فطريقة اختيار سيدنا أبي بكر رضي الله عنه تختلف عن طريقة من جاء بعده فهذا يعني أن الشكل ليس ثابتا وإنما الهدف هو أن يقوم واحد أو أكثر إن لزم الأمر لحماية الدين وحفظ مصالح الأمة هذا هو الهدف لا أدري مدى إقرارك دكتور فهمت من كلامك بأنك لا تقر بغياب المرجعية الإسلامية ليست مرجعية الوحيين وهما ثابتان يعني كان في عهد عمر بن الخطاب موجودان الوحيان كانا موجودين ولكن مع ذلك رجع المسلمون إلى عمر في إقرارات وقضايا كبيرة وكلية لكي يقرها وأقرها وتبعه المسلمون الآن لا أدري إن كنت تقر بغياب المرجعية الإسلامية بالكلية من حيث كونها مؤسسات أشخاص مرجعيات يمكن الرجوع إليهم وضبط العالم الإسلامي من خلالهم لكن سأسلم أنك تقول بالانحسار هذه المرجعية الإسلامية هذا الانحسار ما الأثر الذي أحدثه في واقع المسلمين هو كثير من الناس اختطفوا وتنازعتهم اتجاهات وعراء كثيرة فنحن نرى في عالمنا الإسلام منذ قرن تقريبا نرى من يتجه اتجاه ملحدا ومن يتجه اتجاه لبراليا وكذا اتجاهات مختلفة ومتنوعة وحتى الإسلام نفسه صارت له تفسيرات متعددة هناك يعني مسلمون منغلقون في فهمهم ومتشددون في تفسيراتهم للنصوص وهناك مسلمون متساهلون وهناك ناس أقرب إلى الوسط فهذا التنوع كله يعني يعني يتوزع الجماهير فبالتالي الجماهير لا تجد شيئا واحدا ترجع إليه طبعا هذا التنوع جيد إذا كان متبعا لقواعدة واضحة وإذا كان لا ينتج شقاقا بين المسلمين هو الشقاق سيحصل ولكن لو كان في مدى يعني معقول يمكن استيعابه فشيء طبيعي نحن مختلفون ومتنوعون وبالتالي ستكون أفكارنا واجتهاداتنا الفكرية والفقهية ستكون متنوعة وبالتالي الناس قد يعجبهم هذا الفريق ويعجبهم هذا الفريق وظهور المذاهب مثلا والفرق الإسلامية هي مسألة في أصلها مسألة صحية وليست مسألة مرضية ما دامت المسألة قائمة على أصول اجتهاد الصحيح في فهم النصوص الشرعية ولكن تعامل الناس مع هذا الاختلاف كان تعاملا فيه شيء من العصبية غير المحمودة وبالتالي أدت الفرق إلى التنازع وأدت المذاهب إلى كثير من المشكلات حتى المذاهب الفقهية السونية نمت نفسها وقعت بينها خلافات كثيرة ومعارك وقتال في بعض البدن الإسلامية كان يحدث في مغداد بين الحنابلة والشافعية وغيرهم وكان يقع مشاكل أحيانا بين الأحناف والشافعية وهكذا هذا لأن الاختلاف عولج معالجة خطأ الاختلاف نفسه نعمة لأن التنوع أصل في هذا الوجود فحينما يعالج معالجة صحيحة يؤدي إلى خير أما إذا عولج معالجة يعني تعادل المرجعيات وتعادل الهويات في هذا العالم هل هو شر؟ ليس شرا إلا إذا عمل بطريقة خطأ إلا إذا كانت السياسة الحاكمة للمجتمعات المتنوعة سياسة خاطئة أو سياسة محرضة على الفرقة فالتنوع من شأنها أن ينتج منتجات ثقافية وفكرية بل منتجات مادية متنوعة حسب أمزيز الناس وطبائعهم وتتلاقح الأفكار وتتلاقح المنتجات وتتلاقح كل أنواع ما يصل إليه إنسان من إبداعات نعم في ظل الحديث عن أثر انحسار المرجعية الإسلامية عن واقع المسلمين وحياتهم دكتور ما موقع الهوية الإسلامية في ظل هذا الانحسار وفي ظل تدفق العادات والأفكار ومنهج التفكير باتجاه واحد من الغربي إلى الشرق ومن هذا الشرق العالم الإسلامي هي الهوية للأسف صارت مائعة الآن الهوية الإسلامية صارت مائعة بشكل كبير والبيوت صارت مغلوبة أمام أبنائها والأجيال بسبب التسارع التكنولوجي الكبير خاصة في تكنولوجيا الاتصالات أدت إلى وجود فروق هائلة بين الجيل والجيل جيل الأباء وجيل الأبناء وبالتالي نشعر بنوع من الميوع لكن أظن أن وجود أصوات صادقة تعبر عن هذا الدين وتصابر وتستمر وتشيع أفكارها وآراءها من شأنه أن يوثل خيارا أمام الناس يجب أن يكون الخيار واضحا أمام الناس الآن لا أحد يستطيع أن يجبر أحدا على فكرة ولا على اعتقاد فبالتالي يجب أن يكون الحق متاحا وبقوة بشكل واضح الأفكار الصحيحة تكون متاحة بشكل واضح بأشكال متنوعة بأشكال سينمائية وأشكال مسرحية وأشكال قنوات إخبارية وقنوات ثقافية وبأشكال الصحف والجرائد ومواقع الإنترنت يجب أن تتاحب على أوسع مدن حتى يعني يجربها الناس فإنهم إن جربوها سيجدون الفرق بينها وبين غيرها واضحا نعم دكتور قبل قليل تحدثت عن اختلاف الحنابلة والشافعيين وكذلك الشافعين والأحناف في بغداد وفي غيرها من الحواضر الإسلامية لكن الخلافة في ذلك الوقت كان منشأه فقهيا أما اليوم فنحن أمام تصورات متباينة بل متصادمة أحيانا بين المسلمين حيال تصوراتهم الإسلامي نفسه هذا هنا وهذا ما سماه يعني تعدد وتباين التصورات سماه المفكر الكبير الراحل محمد قطب قال فساد التصور الإسلامي هذا الفساد كما سماه محمد قطب يعني هل هو كان نتيجة لغياب المرجعية الإسلامية أم سببا من الأسباب التي أفضت إلى غياب هذه المرجعية كل أنواع النزاع التي نشهدها الآن وجدت في التاريخ الإسلامي أمثالها أو قريب منها فلا ننسى أن هناك بعض الملحدين ظهر ابن الرواندي المشهور الذي كان يؤلف ضد الإسلام وفي قلب الحضارة الإسلامية وكان يراقش ولم يعبر أحد بقتله فظهر الفلاسفة والذين يعني ظهر ابن سينا والفارابي وغيرهما من الفلاسفة الذين قالوا بأراء من الواضح أنها لا تتفق مع روح الإسلام ومع ذلك سمح لهم بأن يعيشوا على أي حال لكن لم يكن بحدة الخلاف الفقهي لأن الخلاف الفقهي كانت له فرق كبيرة تمثله لو كان هناك فرق كبيرة تمثل الفلسفة لا تنازعوا مع الفقهاء على أي حال ولا ننسى مشكلة ابن رشد مع الفقهاء حينما نكب في الأندلس الآن المسألة صارت أقوى لماذا لأن ما دخل علينا من الفكر الوافد كان أقوى وأشد ووصل إلينا في مخادعنا وفي يعني قعر بيوتنا وهو مرافق لحضرة قوية حينما جاء الفكر اليوناني إلى العالم الإسلامي لم يكن هناك يونان ولا دولة يونانية وكانت الدولة الرومانية دولة يعني الثقافة فيها ليست هي الشيء الأول بل الحرب والقانون هي الشيء الأول أما الآن فنحن نرى الفكر الوافد إلينا وافد من أمة واضح أنها قوية حضريا وثقافيا وفكريا وعندها أدواتها التي توصل بها أفكارها وبالتالي صار الانتماء إلى فكر الآخر بارزا عندنا هناك طيارات كبيرة وهناك كان عندنا أحزاب شيوعية وأحزاب كذا وأحزاب كذا وعندنا طيارات لبرالية ضخمة هؤلاء ينبغي استيعابه لا ينبغي مخاصمتهم لا أدعو إلى المخاصمة هنا ولكن يعني نحن في مجتمع وقعه هكذا فيعني يجب أن نبحث عن صيغة للتواصل بين مكونات هذه المجتمعات الإسلامية حتى تستطيع أن تسير حياتها وأن لا يختطف الدولة شخص أو غيره نعم يعني تعدد التصورات وتباينها بل تصادمها دكتور نبيل وصل إلى مرحلة أن يقوم مثلا مجموعة من رؤوس الفكر الصوفي يذهبون إلى تحت كنف دولة مثلا غير مسلمة ثم بعد ذلك يقررون من هو مثلا من أهل السنة والجماعة ومن هو ليس من أهل السنة والجماعة هذا التشقق الكبير في الجدار الإسلامي يعني إلى أي درجة يعكس بالنسبة لك غيابا أو انحسارا للمرجعية الإسلامية أو علاقته وجودا وعدما بالمرجعية الإسلامية هو الإشكالية هو أن هذه أعمال كيدية تتم بتوظيف سياسي هذه أساس المشكلة أن هناك خصومات على مستوى الأنظمة ويتم توظيف هذا البعد المذهبي في إثارة نزاعات الخلاف أكثر وهناك أنا شخصيا أرى أن هناك دولا قامت فكرتها على التفريق يعني أن تشعى ثقافة أساسها التفريق وكأنهم يريدون أن يشويشوا على المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها مرجعية الإسلام فهناك تشويش كبير دخان كبير يثار حول مرجعيات الإسلامية وكأن الإسلام صار ألف إسلام بسبب يعني كل واحد اختطف جزءا منه أو صوره بصورة غير الآخر وأعلن أن هذا هو الإسلام أليس هذا مظهر من مظاهر الغياب الكليل المرجعية دكتور؟ دائما أعود معك إلى هذه النقطة لكي نقررها أكثر أم هذا مظهر من مظاهر انحسار المرجعية؟ أنا أدرم لكم مثالا بالأزهر مثلا تفضل باعتباره مؤسسة يعني يمكن أن تمثل مرجعية عظيمة هذا بتاريخه الطويل والتاريخه ومرحيله في خدمة الإسلام والعلوم الإسلامية ودفاع عن القضايا الوطنية وكذا وقضايا الأمة هذا يعني في أصله هو مرجعية مرجعية فكرية مرجعية فقهية مرجعية للفتوى ولكن بقدر استقلاله يصلح لهذه الوظيفة يعني إذا كان محتفظا الآن مثلا بعشر فم من استقلاله فهو يبثل المرجعية بهذا المعنى الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أيضا لقدر تمثيله للأمة بشكل عام ويعني نأيه عن التوظيف السياسي بشكل أو بآخر يكون ممثلا يمثل مرجعية فكرية وثقافية للمسلمين بلا شك يعني كيف يمكن القول بأن مثلا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يمثل مرجعية أو الأزهر يمثل مرجعية وهما مثلا متصارعان متنافران متنافسان كيف يمكن المرجعية تكون موحدة توحد الأمة حول رؤى محددة تقع بين بعض أفرادها بعض الاختلافات الفكرية لكن الآن هناك تنافس هناك منطق صراع وجودي بين الجهات الإسلامية التي ذكرتها وهذا بسبب يعني الجزء الذي تكلمته عنه جزء الاستلحاق أنه يستلحق بجهة ما أو بدولة ما فبالتالي إذا حدث نزاع بين دولتين يحدث نزاع بين مؤسستين بهذه الطريقة اتحاد الحكماء واتحاد العلماء المسلمين واضح هذه المسألة فيه بشكل واضح ويعني طبعا ليس هذه دعوة للفصل التام بين الأنظمة السياسية وبين الاتحاد العلماء وهذه الاتحادات أو المؤسسات ليست هذه دعوة للفصل بل نحن نحتاج إلى أن يكون العالم قريبا من السياسي لكي ينصحه لا ينبغي أن يكون هناك فصل تام بين السياسي والعالم لكن هذه ربما تكون دعوة مثالية في ظل عدم وجود مؤسسات كانت ترعى مصالح العلماء مثل مؤسسات الوقف الإسلامي في التاريخ الإسلامي الآن لا يوجد وقف إسلامي فالعالم هو يدين بالتبعية في معاشه ومرزقه إلى الحاكم كيف يمكن الفصل بينهما وصولا إلى تكوين المرجعية الإسلامية العالم لو عرف قدر نفسه ومنزلته فيعني سيحرص على استقلاله استقلال العالم العالم يهم لعقل الأمة من الحاكم بلا شك الحاكم يرعى مصالح الأمة المادية يرعى حدودها يرعى شؤونها يرعى معاشها أما هذا فيرعى فكرها وثقافتها وعلمها ومعرفتها بدينها فهو لو عرف قدر نفسه لعلم أنه يمثل المشير يمثل المستشار أن نقول يمثل المستشار للحاكم الذي يرشده إلى الله عز وجل العالم لو ارتبط بالسياسي لأجل دينه وليس لأجل دنياه فإنه سيفوز بالدنيا والآخرة وعندنا أمثلة من العلماء القدامى الذين لم يفرقوا الحكام بل لازموهم حتى ينصحهم حتى لا ينفرد بهم الشياطين الحاكم إن لم يكن له عالم صالح يقترب منه فسيكون عنده شيطان يدله على الباطل ويحرفه عن طريقه وهذا واضح في تاريخنا لا أريد طبعا من العالم أن يكون في معية السلطان يعتمد عليه في حياته ويستند إليه ولكن الذي يقوله هو ينبغي أن تصاغى العلاقة بينه بحيث يحافظ العلماء على مسار الدولة من خلال هذا الرجل الذي يصلح بصلاحهم إذا خالطوه وخالطها صالحة فإنه سيستقيم وسيسير في طريق صحيح نعم وربما هذا الحديث يقودنا إلى الحديث عن التحديات التي تواجه تشكيل مرجعية إسلامية تلم شعث الأمة بعد هذا الفاصل الأخير فاصل أخير قبل استكمال الحوار في موضوع حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة الذي نبحث فيه تحديات تشكيل مرجعية الإسلامية والحديث دائماً مع الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة في الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان دكتور في ظل ما ذكرته قبل قليل عن وجود تصورات متباينة انقسامات في العالم الإسلامي حتى في كبريات المؤسسات في العالم الإسلامي في ظل هذا التناحر وفي ظل هذا التنافس وفي ظل ما أسميته توظيف سياسي للدين ولي المؤسسات التي يمكن أن تشكيل مرجعية في مرحلة ما كيف يمكن تشكيل هذه المرجعية بمنأة أو في ظل هذا التحدي الكبير هو يعني لا ينبغي أن ننظر إلى الصورة في جانبها السلبي وحده نحن دائماً ننظر إلى أن من يخالفنا ومن يخاصمنا ومن يخالف المرجعية الإسلامية يعمل ويعمل هناك كثيرون يعملون ويخدمون قضايا هذه الأمة في نطاقات مختلفة نطاقات تعليمية ونطاقات اقتصادية وثقافية وفكرية وإعلامية فهؤلاء يمثلون حراس الثقافة الإسلامية الذين يدعون إلى نشرها حتى ولو كان هناك في بعض الأحيان نجد بعض المتبرعين يقومون بانشاء موقع على الإنترنت فقط لنشر الفتاة هذا ينشر الكتب الإسلامية هذا ينشر الكتب التي تعبر عن فكرنا وثقافتنا هؤلاء العاملون وهم كثر ليسوا قليلين يعني يمثلون حراساً للثقافة الإسلامية وحراساً لحفظ الدين لم يكن مبنياً على أسباب غيبية وإنه يبني على أسباب وقعية وهذا ما نلحظه في الإسلام يعني الآية إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون الله عز وجل لم يرسل الملائكة لكي يحفظ على القرآن بل وفر في الأمة من يعني يتولى هذه القضية في المسألة فحفظ الأصول يضمن دائماً فرصاً لظهور المرجعية الواقعية والمرجعية الاجتماعية التي تمثل هذه الأمة وتمثل مرجعية للأفراد بمعنى أننا ما دمنا واثقين من أن هناك من سيقوم بالحفاظ على القرآن والحفاظ على السنة ومشر العلوم المتعلقة بهما وتجديد الأفكار التي تعرض يعني مفكرون المجددون الإصلاحيون في عصرنا مثلاً فيما اجتهدوا فيه وفيما أظهروا وفيما فكروا وفيما كتبوا وفي الأحاديث الإذاعية التي يسجلها الأعلام والعلماء من زمن طويل هذا كله يتيح الفرص دائماً لأن تتعفر للأمة مرجعية مؤسسية بل يتيح الفرصة للعودة حتى في المجال السياسي نحن لا ينبغي أنه من المجال السياسي بل نحن يجب أن نرح عليه في أن تعود أمتنا إلى هويتها في كل المستويات مستويات الثقافية والفكرية والسياسية وكل هذه المستويات خلافنا مع من يحيد عن هويتنا وثقافتنا ليس خلافاً حول الأفراد فكل من يرعى هويتنا كل من يرعى ثقافتنا كل من يحترم ديننا ويجعله مرجعية لدولته فنحن معه كل من يعتبر الإسلام مرجعية لنظامه ودولته بحق وليس بالكلام فهذا نحن معه بلا شك أما من يتمسح بالمشايخ وبالعمائم وفي الحقيقة يخالف ثوابت الدين ويعاديها فهذا يعني مدعم لحن لسنا معه على الإطلاق لكن ثمت هنا تحدي خطير يكمن في ما أسماه أحد المفكرين الأمريكيين سامويل هينتينغتون الصراع الحضاري في سياق هذا الصراع الحضاري ثمت منظومة عولمة ثقافية وحضارية تكاد تأكل الأخضر واليابس إذا صح التعبير يعني المسلمون الآن في حالة انبهار حقيقي يتجسد في أنظمتهم السياسية في مناداتهم لشكل وطبيعة الحكم في بلادهم وتلقي أخطر ما يمكن في هذا التلقي ليس التكنولوجيا ولا البضائع ولا المواد الغذائية وربما تلقي الأفكار كيف يمكن مواجهة هذا التحدي من خلال تشكيل ربما الجانب الأهم في هذه المرحلة هو وجود مرجعية إسلامية لمواجهة تدفق هذه الأفكار من جانب واحد كيف يمكن مواجهة هذا التحدي ووصولا إلى مرجعية إسلامية تعمل على ضبط عملية التلقي الأفكار هو تشجيع أي مؤسسة إسلامية في العالم أو حتى لو كانت مؤسسة صغيرة على أن تستعمل كل وسائلية وكل طرقها لشرح أفكارنا أو أحكام الإسلام وشراء الإسلام هذا يمثل بابا وإن كان ضعيفا شيئا ما لكن لو قارننا مثلا لو قارننا ما بين ما يأتي ما تأتي به العولامة الغربية للعالم وبين ما نحمله نحن من ثقافة فنجد أن المذخور الثقافي الإسلامي الذي لدينا لا شك أنه قادر على الانبعاث والحياة أكثر من هذه الأفكار المبهرة لا تبدو مبهرة لكن الفرق بيننا وبينهم في الأدوات يعني الفرق الذي يأتي إلى جانبهم وإلى صالحهم أن أدواتهم ووسائلهم تبدو قوية جدا فدول وشركات عابرة للقومية ومؤسسات على مستوى العالم تطرح أفكارها وتطرح أعراها وتطرحه وهذه مقترنة بالتكنولوجيا ليس التكنولوجيا مفصلة عن الأفكار ولا عن الثقافة الغربية هذا كله يلقى في سوق واسع جدا هي سوق العالم في مقابل ماذا نلقي نحن ماذا نضع في سلة الثقافة العالمية انظر إلى قنواتنا وإذاعاتنا ماذا تذيع وانظر إلى ما تذيعه المؤسسة الكبرى الأخرى العالمية فنجد هذه الإشكالية الإشكالية أننا نشارك بضعف في حين أن بضعاتنا خاصة بالقراءة الإصلاحية الحديثة القراءة الإصلاحيين الإسلاميين للإسلام طبعا هذا التجديد هذه القراءات الجديدة للإسلام القراءات الجديدة يعني بها قراءات الإصلاحيين المصلحين الحقيقيين هذه طرح أقوى بكثير جدا مما يطرحه الغرب من آراء وأفكار ونظم ولكن المشكلة كما قلت لك اعتقاد الوسائل في أن الوسائل واهنة أو ضعيفة الأصوات قليلة أيضا يعني تجد أن الأفكار الغربية تجد رعاية من الدولة وتوجيها وقوانين تساعد الأفراد على تبني ما يرون لكن في مقابل ذلك الدولة عندنا متخلية بشكل كبير عن هذه الوظيفة نعم ما دمنا وصلنا إلى الدولة فإنني أستأذنك في إنهاء هذه الحلقة أشكرك لأن الوقت أدركنا بطبيعة الحال في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة في الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان نشكر شكر الله لكم طيبة المتابعة في حراسة الله تعالى